ضربة الجزاء عملت تحول في المباراة رجعت بعدما كان سيراميكا جاب الهدف وكان حاق يعني عنده نشوة هجومية واستحواز في نص الملعب ضربة الجزاء لما جات عادل تقدم تاني لندل أهلي شفتنا ضربة الجزاء ولا يعني من وجهة نظري يعني لا ترتقل ضربة الجزاء وجهة نظري وطبعا يعني هزيب الكلام للخبراء التحكيم ولكن أنا وجهة نظري كلاعب وكمدرب وعندي خبرات في الحتة دي يعني صعب جدا تتحسب خاصة يعني أنا شفت سعد هو بيتحاشى ضربة الجزاء وسام جاي من وراء وهو بيتعمد حتى أن يقع قبل ما يخبط في سعد فمن وجهة نظري يعني كان ممكن ما تتحسبش ولكن طبعا كانت معروف حكم كبير وهو صاحب القرار في الآخر يعني